اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب على أن ما يحظى به الصندوق من اهتمام كبير ورعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي البلاد المعظم حافظه الله ورعاه عزز من دوره في رعاية أسر وأبناء الشهداء وأشار سموه إلى أن تضحيات شهداء الواجب هي محل اعتزاز دائم لهذا الوطن وأبنائه ولهم في الذاكرة الوطنية المكانة الأسمى فهم الذين ضحوا وقدموا الكثير من أجل إعلاء راية الحق بكل شموخ وعزة ودين مهمهم على الوجه الأكمل دفاعا عن الوطن وحياضه جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي نائب رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وأصحاب السعادة أعضاء الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حيث أشار سموه إلى أن المواقف النبيلة التي سطرها شهداء الواجب خلال تأديتهم لواجبهم تعكس أروع الأمثلة في حب الوطن والولاء والتضحية من أجله منوها بدور القائمة على الصندوق الملكي لشهداء الواجب في مواصلة تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق والهادف إلى رعاية أسر الشهداء وتوفير احتياجاتهم لضمان الحياة الكريمة التي يستحقونها عبر تعزيز أوجه التواصل الفعال مع أسر الشهداء للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعراض آليات عمل الصندوق وأوجه رعاية ودعم أسر الشهداء